موسيقى شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحاً جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية والتي تعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين وما حققوهم النتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية كما أجرى سيادته حوارا مع المتقدمين للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً بما يواكب التطور المتلاحق على كافة الأصعيدة ويرتقي بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري اشتركوا في القناة